أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم بصاحب السمو والشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة خمسين مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم وإلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية كما جرى استعراض وهمية المبادرة في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة وقد بارك سمو أمير الكويت من جهته الجهود المبذولة من سمو ولي العهد وتقديره للمبادرة واستعداد الكويت في العمل مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة اشتركوا في القناة